جزاكم الله وخيرا هل الدم نجس وهل يجب على الإنسان أن يغسل ثوبه إذا وقع فيه شيء يسير من الدم أم أن الصلاة جائزة الدم الذي يخرج من الإنسان أو من حيوان غير معقول هذا يعتبر نجسا وأما وكذلك الدم الذي يخرج من الحيوان المعقول وقت تذكيته يخرج من الأوداج وقت الزكاة هذا نجس أيضا لأنه الدم المسفوح وأما الدم الذي يخرج من الزبيحة بعد ذبحها يكون متبقيا في لحمها فهذا طاهر ومباح لأنه يدخل مع اللحم فإذا أصاب ثوبه شيء منه فإنه طاهر والدم النجس الذي سبق بيانه إذا كان يسيرا في الثوب فإنه لا يبطل الصلاة أما إذا كان كثيرا فإنه يغطل الصلاة لأنه نجس لأنه صلى في ثوب نجس إذا تركه متعمدا أما إذا نسيه وصلى أو لم يره إلا بعد ما صلى فصلاته صحيحة ولكن عليه أن يغسله ويبادر بغسل المستقبل نعم